أهلا بكم شباب في ترجمة جديدة النهاردة بتتكلم عن الكتب طبعا الكتب لها دور مهم كبير أو في حياتنا فإحنا هنبتدي الجملة نقرارها عشان نفهمها الكتب هي الوسيلة الوحيدة التي بها تستطيع اكتساب أفكار جديدة واكتشاف مجالات مختلفة من الفكر والمعرفة لما ابتدي عندي الجملة دي زي ما هو بادئ كده فعلا بكلمة الكتب هي ترجمتها بوكس تمام والكتب طبعا من فربي توبيه أر يبقى بوكس أر عايز أقول إن هي الوسيلة الوحيدة بوكس أر الوسيلة الوحيدة معلها إيه الوحيدة دي أونلي مضبوط دي أونلي تمام الوسيلة هنا شباب ترجمتها ممكن أقول the only way or the only means وأنتوا عارفين إن وسائل معناها means or way مضبوط بوكس أر the only means or way تمام التي بها طبعا التي بها شباب مش هتبند دلوقتي غير نما نفهم بقية الجملة أنا بتكلم هنا عن البوكس وإن هي the only means or the only way اللي بيها بقدر أكتسب أو أقدر أعمل حاجات تانية إحنا طبعا خدنا في relative pronouns السنة دي في منهجنا which مضبوط books are the only means or way ها which تمام بس أنا لو حبيت أقول شباب إيه اللي فيها الكتب دي إيه اللي فيها إحنا طبعا بنقرأ أي stories أي information أي knowledge معرفة أو معلومات بناخدها من الكتب يبقى أنا حط قبل which in وإحنا درسنا كده in which التي بها أو الذي بداخلها books are the only means in which تستطيع اكتساب طبعا أنا هنا بتكلم الإنسان أو الشخص المخاطب اللي هو you مضبوط in which you أوكي تستطيع اكتساب تستطيع بمعنى طبعا can اكتساب إذا أنت بتكتسب شيء يعني إيه تكتسب acquire مضبوط آدي الفرب بتاعنا وإحنا عارفينه كلنا in which you can acquire تكتسب أفكار جديدة كالعادة زي ما بنقول أفكار ده اسم وجديدة ده صفة يبقى لازم أبتدي بالأجكتف الأول مضبوط new وأفكار طبعا معناها ideas مضبوط يبقى books are the only means in which you can acquire new ideas أفكار جديدة واكتشاف حد يقول لي اكتشف بمعنى اكسبلور صح اكسبلور مضبوط أخلي بالكو أن الفرب اكسبلور ده كمان عيد على you يعني you can acquire and you can اكسبلور مضبوط acquire new ideas and اكسبلور مجالات مختلفة مختلف طبعا مختلف الصفة ومجالات الاسم مجالات مختلفة ها اكسبلور different تمام مجالات يعني ايه شباب مجال field مضبوط fields جمع طبعا اكسبلور different fields من الفكرة والمعرفة طيب انا دلوقتي قلتي you can acquire new ideas and explore different fields of مضبوط احنا مستر ممكن نقول من معناها from صح بس هنا نما اقول field of كذا مجال كذا field of medicine مجال الطب field of teaching مجال التدريس field of engineering مجال الهندسة يبقى fields of what بقاها الفكر والمعرفة ها الفكر بمعنى thought مضبوط طبعا thought بمعنى الفكر او كمان الباستمان think يفكر fields of thought and والمعرفة بمعنى knowledge طبعا جاية من no يعرف لكن الاسم بتاعها معرفة knowledge وانهي بالفلسطة بكده تكون الترجمة بتاعتي عن الكتب بقت واضحة books are the only means ممكن اقول way or ways in which you can acquire new ideas and explore different fields of thoughts and knowledge اتمنى تكونوا فهمتوا الترجمة اللي تخص الكتب وان شاء الله نتقابل في ترجمة تانية إلى اللقو نتقابل في ترجمة نانسي قنقار